بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الهندسة الفضائية والدالة الأسية للثالثة ثانوية رقم 18 أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقني رياضي والرياضي إذن لننطلق على بركة الله إذن السؤال أول قال أكتب معادلة يعني ديكارتية لسطح الكورة S التي مركزها A وتشمل ماذا B إذن نكتب هنا واحد معادلة معادلة سطح الكورة S لاحظوا ها هو عندنا الشكل انظروا ها هي S ليسطح الكورة ثلاثية الأبعاد قال ماذا قالت نس قطرها مركزها كم ها هو مركزها A وتشمل ماذا تشمل نقطة أخرى اسمها B معناه هذا البعد من هنا إلى هنا ماذا يصبح يا أبنائي أليس هو نصف القطر؟ نعم إنه R إذن نقول نصف قطر من؟ قطر S هو البعد ماذا A B الذي يساوي أن ماذا R؟ هكذا مجيسكي نصف القطر فمطالبون الآن أبنائي أولا نحسب الطول A B الطول A B معروف بهذه العلاقة متابع جيد إذن نكتب هكذا X ماذا X B ناقص X A مربع زائد Y B ناقص Y A مربع زائد Z ل B ناقص Z Z A الكل مربع لكن كل تحت الجذر تصبح ونحن ناقص بداية هذا ناقص هذا وهو 3 ناقص 1 الكل مربع لاحظوا نقطة نقطة إذن 3 ناقص 1 الكل مربع يعني N 2 2 مربع هو 4 ثم عندنا هذا ناقص هذا وهو كم؟ صفر ثم هذا ناقص هذا 1 ناقص 2 صبح لنا زائد 2 الكل مربع Перв كم؟ صبح لنا زائد 9 الساعة تصبح كم تساوي لنا تساوي لنا جذر 13 إذن الار هو جذر 13 تذكروا يا أبناء إذن سوف نكتب هنا جذر 13 الآن نأتي أبنائي إلى المعادلة الديكارتية قانون معادلتها تقول القاعدة هي X ناقص من هو لاحظوا من هو مركز وهو الار إذن تصبح لنا X ناقص X A مربع زائد Y ناقص Y A مربع زائد Z ناقص Z A الكل مربع يساوي لنا R مربع هنا نتابع جيدا أبنائي إلى تصبح لنا X ناقص إهداثيات A ناقص 1 مربع ثم ماذا ثم زائد Y ناقص صفر مربع زائد زاد زائد 2 الكل مربع يساوي لنا جذر 13 مربع اللي هو كم اللي هو 13 يقول أحدكم يا أستاذ هل ننشرها لا لما تنشرها تصبح لنا مجموعة نقط وهو قال معادلة ديكارتية نتركه هذا هو القانون لمعادلة ديكارتية لسطح الكرة S فقط يا أبنائي نأتي بعدها إلى لتكن دالتا مجموعة تنقات أعطيت لنا هنا جملة معادلات لاحظوا ها هي أمامكم ودقيقوا معي قال بيّن أن دالتا مستقيم من الفضاء شعاع توجيه هو هو ذو المركبات ناقص اثنان وناقص واحد وواحد أولا نكتب العنوان البرهان أن ماذا؟ أن دالتا مستقيم من الفضاء شعاع توجيهه كم أبنائي؟ اللي هو لاحظوا أولا علينا أن نبرز هل هذين المستويين؟ لأن هذا عبارة عن ماذا؟ هذا مستوي والآخر مستوي ونحن نعلم أن تقاطع مستويين ماذا يولد لنا؟ يولد لنا مستقيم لاحظوا أبنائي أولا يمكن هذا المستويين أن يكون كيف؟ أن يكون متوازيان إذا كان هذا متوازي مع الآخر لاحظوا هنا في الشكل سوف تفهمون كل شيء ها هو متوازي معه يمكن أن يكون هذا لاحظوا هذا الشعاع كيف هو هكذا أو يكون هكذا لكن أولا نثبت على أن هل المستويين هذان متقاطعان وفق مستقيم؟ يمكن أن يكون متوازيان إذا كان متقاطعان لمعنى يكون واحد هكذا عفوا يكون هكذا بهذا اللون الأزرق هكذا وتقاطعهم ماذا يولد؟ يولد لنا هذا المستقيم دلطة إذن أولا سوف نأتي إلى آن واحد يعني شعاع النظمي لهذا المستوي آن واحد ذو المركبة كن لهو واحد وصفر وماذا؟ وإثنان آن إثنان لهو المستوي الثاني لهذه معادلة المستوي يعني يا أبناء لا تخطئوا في ذلك فهي صفر وكم وواحد وواحد نلاحظ هل هم مرتبطان خطين إذا كانوا مرتبطان خطين أصلا لا يتقطعان وفق مستقيم بالرغم هو قال بي لكن لأحذركم من هذه الأشياء نلاحظ هل هم مرتبطان خطين إذا جئنا هنا صفر وهنا واحد قلنا وهنا واحد لو قسمنا هذا على هذا كم تعطي لنا؟ النتيجة إثنان على واحد كم؟ إثنان على وعده هي إثنان ونكتب وهنا ونكتب وهنا ونتابع هذا في هذا إثنان في واحد تصبح لنا إثنان واحد في إثنان تعطي لنا إثنان وهنا النتيجة كم؟ سفر فنقول ومنه لا يوجد ماذا؟ كوحيد لاحظوا هنا لما وجعلناه فرضناه أنه واحد لم نجده يحقق لنا المساوات إذن ومنه لا يوجد كا واحد أي ماذا أي أنه آن واحد لا يساوي لنا كا في آن إثنان أي ماذا أي دالتة موجود بما أن هذا المستويان أصبح متقاطعان يعني غير متوازين فتقاطع مستويان ماذا يولد لنا يولد لنا مستقيم الآن كيف بما أن قد وجدنا هذا الأمر كيف نثبت يا أبنائي أن ذلك هو شعاع توجيهه هنا نلاحظ جيدا هنا في الشكل إذا قلنا هذا هو شعاع التوجيه لهذا المستقيم فنحن نعلم أن بما أن الأول مستوي فإن له شعاع ناظم هكذا والآخر كذلك له شعاع ناظم هكذا لاحظ جيدا يقول أحدكم يا أستاذ لماذا رصمتم متعمل لا يهم هذا لو أكمل سيره هذا لو أكمل سيره هكذا دقيق كيف يصبح وضعيته لأنه بما أنه شعاع كيف يشكل هنا مع الأحمر يشكل زاوية قائمة وبما أنه شعاع كذلك هنا بما أنه شعاع كم يشكل لنا الزاوية قائمة معناه إذا حسبنا الجداء السلمي هنا وجدناه صفر فنقول نعم وهنا كذلك يجب أن نجده كم نجده كذلك صفر يا أبنائي فنقول نعم لاحظوا جيدا وهنا كذلك يجب أن نجد صفر إذن فنقول يجب أن نحسب سلمي آن واحد يجب أن نجده السفر وي سلمي آن إذنان يجب أن نجده السفر هكذا تقول تقاطع مستويان يولد لنا مستقيم حتى نثبت ذلك أن الشعاع التوجيه له يكون عموديا على كلا من الشعاع النظمين المستويين لاحظوا جيدا فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا ناقص إثنان وناقص واحد وواحد سلمي آن واحد لهو واحد سفر اثنان انظروا هذا في هذا يصبح كم ناقص إثنان وهذا زائد سفر وهذا زائد اثنان ويساوينا الصفر إذن الأمر الأول محقق نأتي كذلك إلى آن يقلنا سلمي ماذا سلمي آن إثنان يقلنا هو الناقص إثنان والناقص واحد والواحد سلمي الآن إثنان لهو صفر واحد واحد دقيقوا هذا في هذا يعطينا صفر والآخر ناقص واحد والآخر واحد تصبح لنا صفر إذن بما أنه ماذا؟ بما أنه أعطيت لنا هذا محقق والآخر محقق نقول بكل بساطة ومنه شعاع توجيه لمن؟ لضالط فقط هكذا تقول القاعدة تتفهم هذه الأفكار إذن لما يعطينانا معادلات لمستوي ويقول معادلات لمستقيم ويقول أثبت أن هذا شعاعه التوجيه يجب أن نجد الشعاع النظم المستوي الأول سلميا مع هذا صفر وسلميا مع الثاني صفر هذه احفظوها هذه الأفكار فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إذا السؤال الآخر قال أكتب معادلة ديكارتية للمستوي P الذي يشمل النقطة A ويعامد دالتا إذن نكتب هنا معادلة ماذا؟ معادلة P هنا أبنائي لاحظوا إذا قلنا ها هو مستوي P لأن الرسومات تساعدنا كثيرا لفهم الأجوبة لاحظوا إذا قلنا أنه ها هو مستقيم قال ماذا؟ عمودي هكذا يعني يشكل هنا الزاوية قائمة هذا المستقيم اسمه دالتا هذا المستقيم اسمه دالتا وعندنا المستوي P يشمل نقطة هنا اسمها A لاحظوا جيدا تقول القاعدة بما أن هذا يصبح شعاع ماذا؟ شعاع توجيه لمن؟ هذا هو شعاع التوجيه للمستقيم دالتا تقول القاعدة إذا كان مستوي ويعامد مستقيم فسوف يعطي بعضهم البعض الأشياء إذا احتاجه الأول يعطي له أو إذا احتاجه الثاني يعطيه يعني بلغة الجزائر النسوبية إذا لاحظوا جيدا إذن فماذا نقول؟ نقول هكذا أو نكتبها كجملة إذن نكتب هنا شعاع توجيه من؟ دالتا أصبح شعاع ماذا؟ أصبح شعاع ناظمي لمن؟ لبي أي ماذا؟ أي نقول أم سلمي يساوي لنا الصفر فقط احفظوا هذه الأفكار إذن هنا ماذا تصبح لنا؟ تصبح لنا إكس ناقص إجراغ ناقص وزاد ناقص ناقص إحداثية ها هي أمكم ليهي واحد وصفر ونقص إثنان تصبح لنا زائد إثنان سلمي ها هي مركباته ليهي ناقص إثنان ونقص واحد وماذا؟ والواحد هكذا تصبح لنا الصفر هذا في هذا تصبح لنا ناقص إثنان إكس زائد إثنان ناقص إجراغ زائد زاد عفوا قلت زائد زاد زائد اثنان يساوي لنا كم الصفر نرتب تصبح لنا ناقص اثنان اكس ناقص ايجراج زائد زاد وعندنا هذا مع هذا زائد اربعة يساوي كم الصفر هذه هي معادلة المستوي العمودي على المستقيم دالتا فقط يا ابنائي ناتي بعدها ابنائي الى رابعين قال احداثيات النقطة التقاطع المستقيم دالتا والمستوي b نحن قلنا بما انهما متعامدان يعني المستوي والمستقيم كيف هما متعامدان معناه بينهما زاوية قائمة هكذا انظروا اذا عندنا هنا قلنا 90 درجة وهذا هو الدالتا وهذا هو المستوي b بما انهم متعامدان فهم متقطعان هذه قاعدة اذا نقول اولا نكتب ماذا نكتب نكتب إحداثيات نقطة تقاطع ماذا؟ تقاطع دالتة مع بي نقول بما أن بما أن دالتة يعامد بي فهما متقاطعان في ماذا؟ في نقطة وحيدة لاحظوا بما أنهم متعامدين فهم متقاطعين لاحظوا جيدا في نقطة وحيدة إذا سمينا هذه النقطة هي H ذاتي بإحداثية X0 Y0 Z0 سميتها كذا فقط لأن المطلوب هو إيجاد X0 وY0 Z0 لكن هنا أبنائي نحتاج إلى هذه ماذا؟ ما تمثل لنا هذه النقطة H إذا وضعناها في هذا الموقع هي H تمثل تقاطع مستقيم مع مستوي المستقيم عندنا المعادلات الدكارتية له فقط والمستوي عندنا معادلة وها هي أمامكم ما رأيكم أبنائي لو نستخرج التمثيل الوسيطي لهذا المستقيم من المعادلات الدكارتية للمستقيم لاحظوا جيدا نأتي بهذه الجملة التي تحدثنا عليه ونستخرج تمثيل الوسيطي ثم بعدها نستخرج تقاطع مستقيم مع مستوي نقول هنا نضع تي يساوي لنا كم زاد عفوا نضع قلت زاد يساوي لنا تي ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي كي نتعلم معناه سوف نأتي نعوذ هنا بتي ونعوذ هنا بتي فتصبح لنا إيجراج ماذا يصبح إيجراج يصبح يساوي لنا ناقص تي زائد واحد مع تي هو وسيط حقيقي ننقل هذا كذلك إلى الطرف الآخر فتصبح لنا إكس تساوي لنا كم ناقص اثنان تي زائد ثلاثة وإيجراج كم يساوي لنا يساوي لنا ناقص تي زائد واحد وزاد قد ثبتناه لهو تي معقلنا أنه تي وسيط حقيقي أو عدد حقيقي إليهم هذا هو التمثيل الوسيق لمن لذلك المستقيم ضلطة ما هو شعاع التوجيه هي القيم المضربة في الوسيط T كم هي ناقص 2 وناقص 1 و1 أليس هي هذه نعم إنا هي حتى أريكم أن الأمور ما زالت في الطريق السواب لاحظوا جيدا إذن نأتي بهذا ونبحث الآن عن تقاطع ماذا عن تقاطع مستوي ومستقيم نأتي قلنا لاحظوا هنا فنقول إذا كانت H تنتمي إلى المستوي P فهي ماذا تعمل فهي تحقق معادلته وهذه قاعدة هكذا نأتي بها ونعوذ في هذا الموضع هنا بx0 y0 وz0 ثم نأتي كذلك بالتمثيل الوسيطي قلنا إذا كانت كذلك H تنتمي إلى دلت أي ماذا يتحقق أبناء يتحقق لنا هنا هكذا وهنا هكذا وهنا هكذا ما رأيكم أبناء لو نأتي بهذه القيمة نعوذها هنا وهذه القيمة نعوذها هنا وهذه القيمة نعوذها هنا لنتحصل على معادلة مجهولها هو ذلك T فماذا ينتج أبناء تصبح لنا ناقص 2 في ناقص 2T زائد ثلاثة ثم ناقص ماذا ناقص T زائد واحد زائد الزاد اللي هو زائد T زائد أربعة يساوي السفر نحل هذه المعادلة ذات المجهول T فتصبح لنا أربعة T ناقص ستة لم أفعل شيئا حتى الآن زائد T ناقص واحد زائد T زائد أربعة يساوي سفر عندنا T وأربعة T تصبح لنا ستة T ثم عندنا ماذا عندنا هذا مع هذا كم اللي هو ناقص سبعة مع زائد أربعة تصبح لنا كم ناقص كم ثلاثة يساوي السفر تصبح لنا T تصبح لنا ثلاثة على ستة إذن ومنه T يصبح لنا بعد القسمة على ثلاثة من هنا والثلاثة من هنا يصبح لنا نصفة الآن بعدما وجدنا قيمة T نصفة سوف نعود لنعوضها هنا بنصفة وهنا بنصفة وهنا نعوض بنصفة ركزوا أرجوكم حتى تتعلموا فتصبح لنا X صفر تساوي لنا كم بعدما نختزل إثنان من هنا وإثنان من هنا فماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا ناقص واحد لاحظوا نقطة نقطة تصبح لنا ناقص واحد زائد ثلاثة يساوي كم إثنان وبعدها Y صفر يصبح يساوي لنا ناقص واحد على إثنان باللون الأخضر مكتوبة نصف 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 زائد ماذا؟ زائد واحد وهي إثنان على إثنان تصبح لنا واحد على إثنان وE زاد وزاد صفر إنه موجود بدون حساب لقيمة T التي وجدناها هي واحدة على إثنان فتصبح لنا A ما هي؟ لي هي إثنان عفوا قلت A هي إثنان ونصف دقيقوا إذن ونصف وماذا؟ ونصف هذه هي ماذا؟ أبنا هي نقطة تقاطع ماذا نكتب؟ نكتب بـ تقاطع دالتا هكذا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا A التي إحداثيها ما هي؟ يمكن أن نكتب هكذا مباشرة لهي A ذات إحداثية إثنان وواحد على إثنان وواحد على إثنان فقط يا أبناي هذه هي نقطة تقاطع المستوي والمستقيم دالتا فقط نأتي بعدها أبنائي إلى أحسب المسافة ما بين دي ودالتا نحن لا نعلم أبنائي أنه يوجد قانون هو بعد نقطة عن مستقيم قضية هنا استنتاجية 100% لاحظوا سوف أريكم هنا في الشكل لأن الشكل سوف يوضح كل شيء أركزوا هنا أرجوكم إذا قلنا ها هو المستوي الذي اسمه P لاحظوا نقطة نقطة أبنائي إذن ها هو المستوي P وعندنا المستقيم دالتا قلنا عمودي عليه هكذا عمودي يشكد زاوية قائمة هذا المستقيم إنه دالتا يتقاطعان في نقطة قلنا ما هي وجدناها نقطة تقاطع المستقيم والمستوي وجدناها هي وعندنا قلنا أن المستوي المستوي ما هو المستوي عمودي على المستقيم ويشمل نقطة اسمها قال هو الآن نكتب هنا عنوان حساب المسافة ما بين آ ودالتا ألا تلاحظون في الشكل إنها المسافة ما بين آ وآش نعم لأن ماذا؟ لأن بما أنه عمودي فالبعد هو أقل مسافة يعني هنا يوجد زاوية قائمة إذن ماذا يمكن أن نقول فقط؟ إذن ها هما الإحداثيات إذن نكتب هنا دي ما بين النقطة آ ودالتا هي نفسها آ آش فقط يا أبنائي حتى تتعلموا إلى هذا الأمر إذن فما مطالبون في أن نحسب آ آش كطول انظروا تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا هذا ناقص هذا إثنان ناقص واحد مربع كم؟ هو واحد زائد نصف ناقص صفر مربع هو ربع لأن نصبح لنا واحد على إثنان لكل مربع زائد هذا مع هذا لاحظوا اللي هو واحد على إثنان ناقص ناقص بحلنا زائد إثنان نوحد هنا المقام لا ننسى التربيع هم وكلا هم وكلهم في التربيع نصبح لنا هنا إثنان وهنا كم؟ أربعة لما نربعها كم تصبح هذه القيمة كم هي خمسة على اثنان لي هي كم لي خمسة وعشرون على ماذا على أربعة نوحد هنا المقام وهنا المقام هكذا كما أشير فماذا ينتج لنا يا أبنين تصبح لنا خمسة وعشرون زائد خمسة كم هي ثلاثون ثلاثون إذا تصبح لنا آش تساوي لنا ثلاثون على أربعة تحت الجذر وهذه ماذا تساوي لنا أبنائي تساوي لنا المسافة ما بين النقطة A والمستقيم ضالطة إذن قضية استنتاجية استنتجناها لما رسلنا الشكل لاحظنا ذلك فذهبت كل الصعوبات يا أبنائي فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي إلى استنتاج الوضع النسبي لسطح كرة ومستقيم لاحظوا نكتب هنا استنتاج الوضع النسبي لسطح الكرة والمستقيم ضالطة سنأتي إلى الشكل ونلاحظ أي وضعهم هل متقاطعان هل يمسها هل مجموعة خالية ها هي سطح الكرة عندنا قلنا ماذا نحن قلنا يوجد لنا مستوي ماذا يشمل المستوي قلنا يشمل ها هو إذا قلنا ذلك المستوي سوف أقوم برسمي هنا أمامكم حتى تلاحظوا ها هو المستوي انظروا جيدا إذا قلنا هذا المستوي بالتقريب هو المستوي قلنا أنه يوجد مستقيم يعامد ماذا يعامد لنا ها هو المستقيم دالطة الذي قلنا لاحظوا ها كذا أبنائي أركزوا أرجوكم إذا هذا هو الدالطة الذي أريكم إياه باللون الأزرق قلنا يتقاطعان مع المستوي في نقطة اسمها الآن الآن لاحظوا جيدا كيف يمكن أن نقارب ذلك لو نلاحظ إلى آآش كم وجدناها وجدنا أن آآش تساوي أن المسافة ما بين آآ ماذا ودالطة ووجدناها كم وجدناها جذر ثلاثون على أربعة إذن هذه المسافة من هنا إلى هنا انظروا وانظروا إلى المسافة ما بين أي نصف القطرة سطح الكرة كم إنه جذر ثلاثة عشر تذكروا هذا البعد من هنا إلى هنا وجدناه جذر ثلاثة عشر انظروا جذر ثلاثة عشر من هذا المكان إلى هذا المكان أما هذا من هنا إلى هنا ما هو التقاطع يا أبنائي هذه القيمة أصغر من جذر ثلاثة عشر أحسبوا بالآلة الحاسبة سوف تجدون لماذا لأن هذه تعطي لكم جذر كم تعطي لكم جذر 7.5 أقل من جذر 13 يعني ماذا معنى ذلك البعد لهو ما بين ماذا ما بين النقطة A والمستقيم دالتا هي أقل من R إذن ها هو أين يقطعها انظروا يقطعها في نقطتين واحدة هنا والأخرى في هذا الموضع إذن ماذا يمكن أن نقول نقول دالتا يقطع S في نقطتين متمايزتين يعني مختلفتين في الموضع ها هي واحدة وها هي الأخرى كما أشير باللون الأزرق إذا سميناها هذه مثلا سميناها سميناها أي نقطة كانت سميناها مثلا K واحد وهذه K اثنان فقط من هو الذي حدد لنا حدد لنا هذا البعد من هنا إلى هنا أصغر من هنا إلى هنا فتقاطعهم ماذا يعطينا نقطتين لو كان وجدنا أن هذا النصف القطر وجدناه يسوينا ذلك البعد لقلنا إنه مماس يأتيها هنا أو يأتيها مثلا في هذا الموضع لو وجدنا البعد أكبر لقلنا مجموعة خالية فقط هكذا تدرسه وضعية مستقيم وسطح كرة فقط أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الخامس قال T عدد حقيقي وجي مرجح الجملة هذه ذات معاملات C واحد وبي أسية T أولا هل هذا جي واحد؟ لاحظوا جيدا أولا نكتب هنا إذا لاحظنا إلى مجموعة معاملات واحد زائد أسية T هذا مهما كان هذه قيمة مجابة مهما كانت لأن الأسية معروفة أنها مجابة ونضيف لها واحد إذن نقول مهما مهما ماذا؟ مهما T ينتمي إلى R يعني إلى العداد الحقيقي لأنه قال عدد حقيقي فإن جي موجود مهما كان لو كانت مثلا هنا أعطيت لنا T متى يكون هذا الجي موجود إذا قلنا واحد زائد T لا يساوي السفر معناه لما T لا يساوي ناقص واحد فيصبح جي موجود لما أخذ الواحد الناقص واحد يصبح جي غير موجود لكن هنا هذه العبارة مهما كانت فإنها قيمة مجابة فإن هذا الجي موجود لكن يتغير حسب تغيرات التي فقط الآن هذا الأمر قد اتخذنا منه القال القال السؤال الأول بيّن أنه إذا نكتب هنا البرهان أن العلاقة التي أعطيت لنا ها هي أبناء نقطة نقطة كي نبرهنها لاحظوا نقول بما أنه ماذا جي مرجح الجملة التي أعطيت لنا لهي السي عفوا لهي السي مع واحد والبي عفوا إذن والبي مع السية تي حيث هذا الجي موجود فإنها ماذا تقول قاعدة نحن نعلم إذا كانت جملة لها لاحظوا إذا قلنا مثلا جي مرجح الجملة ماذا آ هكذا حتى تتفهم الحل العام آ مع آلف وبي مع بيط فتقول قاعدة كذا آلف جي آ زائد بيط جي بي يساوي الشعال معدوم مع آلف زائد بيط أكيد لا يساوي السفر هذا هو الأمر الموجود هنا من هي الآلف ومن هي البيط ها هي الآلف وها هي البيط فقط لكن نعود إلى التسمية العصلية هنا للنص التمرين فماذا نحكم أنه ماذا أنه واحد في جي سي زائد البيط كم بسية تي في ماذا في جي بي يساوي الشعاع المعدوم ليس الصفر قلت الشعاع المعدوم لأنه صفر شيء والشعاع المعدوم شيء بما أن هنا الواحد يمكن أن نحذف هكذا ما رأيكم أبنائي ولو ندخل هنا البي بعلاقة شارل فماذا ينتج ينتج لنا هذا المر ينتج لأنه تصبح لنا جي بي زائد ماذا زائد بي سي أدخلته هنا يقول أحدكم لماذا لا تدخله هنا لأنه يصبح لنا بي بي وبي بي هو الشعاع المعدوم تصبح لنا زائد ماذا زائد السية ت في جي بي يساوي الشعاع المعدوم ما رأيكم أبناء لو نأتي إلى هذا وهذا ونستخرج جي بي كعام مشترك هذا عنده كم عنده واحد وهذا الشعاع أنقله إلى الطرف الآخر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد زائد السية ت مضروبة في ماذا مضروبة في جي بي شعاعيا شعاعيا يساوي لنا ننقل هذا إلى الطرف الآخر ونتركه بناقس نصبح لنا ناقس بي سي لا تلمس شي بما أن هنا في فتقول القاعدة هذا إذا انتقل ينتقل إلى المقام فتصبح لنا جي بي يساوي لنا كم يساوي لنا ناقس واحد على واحد زائد السية ت في بي سي هل توصلنا هنا البي سي نعم هذه لكن هنا انظروا إلى ترتيب بي جي وهنا جي بي تقول القاعدة إذا غيرنا الترتيب أحرف الشعاع نغير الإشارة فاصبح لنا ناقس بي جي يساوي لنا ناقس واحد على واحد زائد السية ت في بي سي بما أن هنا ناقس وهنا ناقس فليذهب ماذا تحصلنا هل تحصلنا على مطلوبنا يا أبناء نعم لقد تحقق المراد انظروا وتابعوا هنا بأم عينكم هل توصلنا نعم إذن بي جي يساوي واحد على واحد زائد السية ت في بي سي إذن هنا نقول ومنه ذلك هو المطلوب فقط يا أبنائي مع هذه القيمة مهما كانت فهي قيمة موجابة يعني لا يوجد قيمة منوعة لهذا قلت جي موجود مهما كان أما لو كانت مكتوبة مثلا هنا في مكان هنا ت فلو نعطي لنا ت ناقس واحد صبح لنا واحد على صفر وهذا غير موجود حتى تفهموا جيدا نأتي بعدها إلى فرع الدوال قال شكل جدول تغيرات دلة F معرفة على R بحيث عبارة دلة F لT تصني 1 على 1 زائد السية T المتغير هو T هنا بما أن قال شكل جدول تغيرات قبل أن شكل جدول تغيرات ننطلق أول شي في النهايات لأنها معرفة على R إذن ننطلق هكذا النهايات نقول limit F لT وهي 1 على 1 زائد السية T لما T يؤل إلى ناقص مالا لأنها قال معرفة على R يعني DF تسوي من ناقص مالا نهاية إلى غاية زائد مالا نهاية يعني مجال مفتوح نحن نعلم أبنائي أن نهاية شهرة أن limit السية T لما T يؤل إلى ناقص مالا تعطيكم سيفر معنى هذه كم تصبح لنا سيفر إذن معدها تصبح لنا تخيل هذه سيفر بعدما نعوذ هنا تصبح لنا سيفر تصبح لنا 1 على 1 لها كم تعطي لنا 1 فقط عندنا كذلك الآن عند الزائد معنى نقول limit 1 على 1 زائد السية T لما T يؤل إلى زائد مالا نهاية معنى تخيل هذه كم زائد مالا نهاية 1 على زائد مالا كم 1 على زائد مالا نهاية يسأل لنا صفر فقط يعني أمرها جد جد بسيط أو يمكن أن تستخرج الأسية كعال مشترك وتكميل لكن الأمر جد بسيط إذن بما أن هنا مالا نهاية تصبح لنا F فتح ل T يساوي هذه دلة كيف هي كسرية مشتق البسط إذن مشتق البسط هو الصفر في المقام ناقص مشتق المقام مشتق الواحد هو صفر ومشتق الأسية هو الأسية في ماذا في البسط على المقام مربع فهذا يذهب كلية إلى صفر لأنه ضرب في صفر ها هو أمامكم فتصبح لنا F فتح ل T يساوي ناقص أسية T على واحد زائد أسية T الكل مربع لم أفعل شيء لأن هذا ذهب كليا قد حدفناه والواحد هنا مضروف في الأسية تبقى لنا الأسية لاحظ جيدا المقام لهو واحد زائد أسية T الكل مربع قيمة مجابة مهما كان وناقص أسية T قيمة سالبة مهما كان لأن هذا كيف هو موجب ضربناها في ناقص فاصبح لنا هذه القيمة كليا أصغر من الصفر ماذا يمكن أن نحكم على الدان نقول ومنه F كيف هي متناقصة تماما على ماذا على R كليا أصغر من الصفر لاحظ لاحظ سوف نرسم جدول تغيرات وهو العمل نهائي إذن جدول تغيرات أدال F على مجال تعريفها هو R لاحظ سوف نرسم نقوم برسم جدول هكذا تابعوا أبنائي نتعلم نقطة النقطة ولنا تعجل لاحظ إذن هكذا وهكذا ونقوم الآن بعملية المل فقط لاحظ إذن ركزوا هنا أرجوكم تصبح لنا من هنا T ليس الـ X لأننا نحن نتعمل مع T ومن ناقص ملا نهاية إلى زائد ملا نهاية و F فتها ل T قلنا كيف هي دالة دالة متناقصة تماما يعني نضع هنا نقص ثم نأتي إلى مجال الصور وهو F ل T قلنا بما أنها متناقصة معناها هكذا أبنائي فقط الآن نحسب أن نضع النهاية التي حسيبت كم وجدنا وجدنا عند النقص من هنا واحد و عند الزائد من هنا كم وجدنا الصفر الكلام يقبله العقل أنه من الواحد تنزل إلى الصفر لو وجدنا العكس صفر وننزل إلى واحد هنا يوجد خطأ في إما النهايات إما المشتقى معكوسة هكذا حتى تفهموا هذه الأمور جيدا فقط يا أبنائي نتي بعدها أبنائي إلى السؤال الأخير قال استنتج مجموعة النقط G عندما يتغير T في R لاحظوا جيدا إذن نكتب هنا استنتاج مجموعة النقط G لما ماذا لما يعني T يمسح ماذا يمسح R يعني جميع الأداد الحقيقية نحن نعلم أن معناه يصبح لنا T ينتمي إلى من ناقص مالا نهاية أكيد إلى غير زائد من هذه معناه ينتمي إلى R هذا الشرط الأول لاحظوا ماذا نملك أبنائي أنه لدينا أمر آخر أن عندنا هذا الأمر قد تمت برهانته ها هو أمامكم لهو B G قلنا يساوينا 1 على 1 زائد أسية T في B C أي ماذا لو نلاحظ جيدا إلى هذه القيمة أليست هي F ل T نعم معناه أصبحت هكذا B G يساوينا F لمن ل T في B C لم أفعل شيء إنما درسنا هذه الدلة هي نفسها هي F ل T لكن ماذا قلنا كذلك أبنائي لاحظوا نقطة فقلنا إن ها هو جدول تغيرات هذه الدلة معناه مهما تغير T من ناقص مالا نهاية إلى غير زائد مالا نهاية F ل T ما هي قيمها تصبح من صفر لأن المجال المتناقص نقول من صفر إلى ماذا إذن نقول إذا قلنا مهما كان T ينتمي من ناقص مالا نهاية إلى غير تابعوا نقطة نقطة إلى غير زائد مالا نهاية فإن ماذا فإن F ل T تصبح محصورة ما بين قيمتين وهي ما بين الصفر والواحد مهما كانت ها هي قيمها أين تنتمي تنتمي لنا من صفر إلى واحد فقط فتصبح لنا بي جي يسوينا لوند في ماذا في بي سي حيث الاف ل T هي نسميها لوند أركزوا هنا أرجوكم نقطة مهما تغير هذا T من ناقص مالا نهاية إلى غير زائد مالا نهاية فإن هذا لوند محصور ما بين الواحد والصفر مهما كانت لاحظوا هنا جيدا أبنائي نقطة نقطة معناه بما أن هذا لوند محصور ما بين الصفر والواحد مهما كان فتقول القاعدة تخيلوا أولا أبنائي لو نعطيكم مثل أمر بسيط تخيلوا لو تأخذ مثلا القيمة الوسطى من ناقص ما يوجد لنا صفر عوضوا هنا بصفر كما أشير سوف أقوم بالتكبير أفضل لاحظوا عوضوا هنا بشيء اسمه صفر فتصبح لنا تساوي أن 1 على السيط صفر هي 1 هذه تصبح لنا 1 زائد 1 2 معناه تصبح لنا الصفر يقابله كم 1 على 2 معناه هنا نريد الشرح فقط فتصبح لنا كأن ما هكذا بي ج يساوي 1 على 2 من بي سي أولا لو نلاحظ إلى ما هي النقطة التي اشتركت هنا هي البي أولا نقول مهما كان تي ينتمي إلى ار من نقص مائزة فإن النقطة ما هي البي والسي وماذا والج في استقامية مهما كانت لأن الأشياء تصبح مرتبطة خطيا انظروا جيدا هذا اللوند هذا اللوند موجود مهما كان فإن الأشياء مرتبطة خطيا أي النقطة في استقامية لاحظوا هنا لو نأتيكم الآن ها هو الرسم انظروا بأم عينكم سوف نلاحظ ما هي مجموعة النقطة إذا قلنا ها هي القطعة تخيلوا الآن أبنائي وتابعوا معي نقطة نقطة حتى تلاحظوا بأم عينكم ما هي هذه مجموعة نقطة وحكموا بأنفسكم تخيلوا لو كان تي يقول إلى ناقص ما لنهاية تصبح F لت كم وجدناها لما حسبنا لميت F لت لما تي يقول إلى ناقص ما لنهاية وجدناها واحد ها هي أمامكم وتبقوا نقطة نقطة ولما حسبنا كذلك النهاية عند الزائد ما لنهاية ها هي كم ها هي أمامكم إنها صفر ركزوا هنا إذن لما قلنا لميت F لت لما تي آل إلى زائد ما لنهاية وجدنا كم صفر هنا لا يمكن أن نقول تي يساوي كم تي يساوي زائد ما لنهاية لا يمكن نقول تي لو كان عند رقم نمكن أن نقول تي يساوي مثلا مثلما قلنا تي يساوي الصفر أصبحت F لتي كم تي يعني أف لصفر وجدناها نصف لكن هذا تي ها هي النقطة G تخيلوا لو تكون T يساوي الصفر تقع في المنتصف فتصبح لكم هذه الكتابة لاحظوا تصبح لنا الكتابة التي تحصل عنها أنه BG يساوي نصف من ماذا BBC انظروا ها هو لاحظوا نقطة نقطة إذا قلنا ها هو البي C قال هو الج تقع في المنتصف ها هو المنتصف أمامكم انظروا ها هو المنتصف تخيلوا الآن لو T يؤول إلى ناقص ما لنهاية T يؤول إلى ناقص ما لنهاية تصبح لنا كم لما T يؤول إلى ناقص ما يتصبح لنا BG عفو إذا تصبح لنا BG يساوي لنا كم وجدنا وجدنا واحد معنى هذا لوندا كم يصبح يصبح لنا واحد يصبح لنا B C شععيا يقول أحدكم لم أفهم لاحظوا إذا قلنا BG يساوي لنا F ل T كما أشير هنا باللون الأسود لما T أخذ آلة إلى ناقص ما لنهاية لا يمكن أن نقول يساوي لأنه قيمة عظمة كثيرا إذن كم أصبحت هذه اللوندا هذه اللوندا ها هي قيمتها كم أصبحت واحد معنى أصبحت B G يساوي B C يعني B G يساوي لنا B C معنى تصبح لنا في هذا الموضع هنا فإن الشعع B G يساوي لنا B C الآن هذه منطقة معينة الآن تخيلوا إذا كان T يقول إلى زائد ما لنهاية معنى تصبح لنا B G يساوي لوندا كم يصبح ها هو لوندا اللي هي النهاية وجدناها كم يصبح يساوي لنا صفر في B C يصبح معنى B G يساوي لنا الشعاع المعدوم بما أن يساوي لنا الشعاع المعدوم معنى تصبح لنا هذه النقطة G في هذا الموضع فتصبح ماذا فتصبح B تنطبق على ماذا G تنطبق على B وهنا ماذا وهنا G تنطبق على ماذا تنطبق على C إذا ما هو المسار الذي يمكن مهما تغير T فإنها تتغير من هذا الموضع إلى هذا الموضع فقط هل يمكن أن تخرج من هنا لا لأن كل القيم الدالة التي درست من ناقص ما بقيت من صفر إلى واحد فقط بما أن لاحظوا يبقى في ذهن الطالب شاردت من الشوارد إذا نقول إذا كان T ينتمي من ناقص مال نهاية إلى زائد مال نهاية فإن ماذا فإن هذا هذا G يصبح ينتمي من ماذا يصبح ينتمي من القطعة ماذا القطعة ب G عفوا قطعة قطعة مفتوحة ب عفوا ب C هكذا ب C معناه يصبح من هنا إلى هنا يتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان فقط إذن ما هي مجموعة النقط إذن نقول مجموعة النقط هي القطعة المستقيمة مفتوحة مفتوحة ماذا الطرفين يقول أحدكم يا أستاذ لماذا قمت بفتح الطرفين لأن لما T أخذ المال نهاية كم أصبحت القيم أصبحت مرة صفر ومرة واحد هل يمكن أن نحكم هكذا لأن لو حكم هكذا لو جاز هنا الكتاب هكذا لا جاز هنا الكتاب هكذا يعني لو غلقنا عند المجال لغلقنا عند B وال C أصبحت مجموعة النقاط أقل أوسو لماذا لأنه مستقيم مقارب لو نفسر تفسيرتها البيانة يقول إنه مستقيم مقارب ومستقيم مقارب يقترب إلى المنحن لكي يتقطعان في مالا نهاية إذن مجموعة النقاط هي القطعة المستقيمة المفتوحة الطرفي اللي هي B C فقط يا أبنائي هذه مجموعة النقاط لما يكون T يمسه ناقص مالا نهاية إلى غاية الزائد مالا نهاية وأثم النقاط يعني فهمتم جيدا لأن فيه الكثير يقول يا أستاذ لماذا لم تقوم بغلق القطعة المستقيمة لم أقل بغلق القطعة المستقيمة لأن F لT محصورة ما بين الصفر وواحد فنكتب هكذا F لT محصورة ما بين الواحد والصفر لا يمكن أن نقول هكذا أقل أو يساوي لماذا لأن هذا يمثل مستقيم المقارب يساوي واحد وهذا يساوي صفر فهي مستقيمة مقاربة أين يتقطع ما في المالا نهاية بما أن يقطع من البي إلى الس أو من الس إلى البي هذه قطعة المفتوحة فتح المجال هنا يفتح المجال هنا فقط يا أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والطرح على روح أمي الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك اللي هي صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفق الله وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته